تقرير سري نشر أمس الجمعة وقدم لمجلس الأمن يكشف مجدداً أن قوات النظام استخدمت غازالكلور في قصفها موقعاً في ريفي إدلب وذلك في إطار التحقيق المستمر منذ 13 شهراً في قضية استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا هذا التقرير يعد الرابع لمجلس الأمن في إطار التحقيقات الجارية جاء فيه أن قوات النظام قصفت قرية قميناس في ريفي إدلب في تاريخ السادس عشر من شهر آذار عام 2015 وذلك عبر براميل متفجرة محملة بمادة الكلور ألقتها المروحيات التابعة للنظام وأوضح التقرير أن المروحيات التي نفذت القصف انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان لللواء 63 مروحيات كما تم رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين ودع التقرير إلى محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية فيما لم يؤكد التقرير أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب المروحيات في ذلك الوقت ويوثق التقرير المقدم تسع هجمات بأسلحة كيماوية في سبع مناطق على الأراضي السورية وكان التقرير الثالث الذي صدر في آب الماضي قد أدان نظام الأسد بهجمين بغازي لكلور على تل منس في ريف إدلب في الحادي عشر من نيسان عام 2014 وسرمين في ريف إدلب أيضا في السادس عشر من آذار 2015 وكانت روسيا قد اعترضت في وقت سابق على تقرير مماثل ورأت أن نتائجه غير كافية لفرض عقوبات على نظام الأسد في الأمم المتحدة